فيما وصف بأنه تغير في الدور الأوروبي الذي حرص على لعبه لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الأساسيين لأحياء الاتفاق النووي إيران والولايات المتحدة بيان ثلاثي أوروبي يشكك في جدية نوايا إيران والتزامها بنتجة ناجحة بشأن خطة العمل الشامل المشتركة وهو الاسم الكامل لاتفاق النووي معتبرا أن موقف إيران يتعارض مع تعهداتها الملزمة قانونا ويهدد احتمالات أحيائه مؤكدا على مشاورات حول كيفية التعامل مع التصعيد الإيراني إيران اعتبرت أن البيان الأوروبي غير بناء كما طلب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني من الدول الأوروبية الثلاث لعب دور أكثر فعيلية دعيا إياها إلى تحمل المسؤولية عن العواقب المحتملة المبعوث الروسي إلى المحادثات نووية ميخايل أولانيوف وصف البيان بأنه جاء في وقت غير مناسب تماما وفي لحظة حرجة في محادثات فيينا موقف الدول المنظوية في الاتفاق التي اعتبرت أن المقترح الذي عرضه الاتحاد الأوروبي على طهران يمثل الحد الأقصى لمرونة القوى الأوروبية بشأن ملف يأتي بعد جولة ماراثونية من المفاوضات انتهت إلى أعلان الاتحاد الأوروبي في أغسطس الماضي نصا نهائيا ردت عليه طهران بوضع شروط وصفتها واشنطن بأنها غير بناءة ويجتمع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للتاقة ذرية يوم غد بعد ثلاثة أشهر من تبنيه قرارا يحث إيران على تقديم إجابات شافية للوكالة بشأن وجود آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع لم تصرح إيران سابقا بأنها شهدت أنشطة من هذا النوع